بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أنتم لستم محتاجين أبدا لكي نذكركم أن استمرار أمة كيفما كانت أمر استمرارها مستحيل إلا إذا كانت تحافظ على مقومات هويتها فلا تنصهر في المستقبل ولذلك فإن التركيز على ترسيخ مقومات أمة ما هو مسألة ليست من الترف ولكنها هي الأصل عند كل أمة تقدر نفسها وذاتها وهويتها ولذلك فإن هوية هاتي الأمة مقوماتها معروفة فإذا فرطت فيها فقد فرطت في تاريخها ومستقبلها هناك ثلاثة من هذه المقومات أولا الدين هذه الأمة ولدت بالدين وترعرعت بالدين وانتصرت بالدين وتمكنت بالدين وسادت بالدين وعاد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كمن استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم وأمنهم يعبدونني لا يسركون بي شيئا إن تنصروا الله ينصركم معناها أن استمرار هذه الأمة والتمكين لها يكون على قدر ما تنصروا هذا الدين فالدين أعزنا الله به وقد قال عمر الكلمة المشهورة التي سارت بذكرها الركبان كنا قوما أذلة فعزنا الله بهذا الإسلام انظر ومهما ابتغينا العزة في غير أذلنا الله ومن لم يكن مصدقا ما نقول أو يشكك في هذا الكلام فليعود إلى التاريخ فبقدر اقتراب الأمة من دينها والعمل به على مستوى الفرد والأسرة والمجتمع والدولة كلما بكن الله لها وحقق وعده لهذه الأمة وكلما ابتعدت عن الدين كلما أصابها الهوان والذل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون هذا المقاوم للدين لهو القرآن والسنة والشريعة وأخلاق الإسلام هذه معروفة إن شاء الله المقاوم الثاني هو اللغة لغة هات الأمة هي العربية فلا يمكن أبدا أن تجتمع أمة إلا على لغة واحدة رسمية نعم نحترم لغات الأقوام الأخرى فإنها لغة التخاطب بين القبائل لكن اللغة التي تجمع إن شاء الله الأمة ينبغي أن تكون واحدة ففرنسا حينما أردت كورسيكا أن يعترف لها بلغتها رفضت فرنسا الروس رغم اختلاف القوميات لغة واحدة أمريكا رغم بوجود كل الإتنيات والعرقيات وأبناء الدول إلا أن هناك لغة واحدة رسمية فالعربية هي ليست فقط لغة رسمية بالنسبة للأمة ولكنها قنطرة الأمة للقرآن فأي حرب ضد اللغة العربية فهو محاولة قطع الأمة بالقرآن وهو مصدر دينها وسر عزتها فكأن الذي يفعل ذلك يريد أن يقطع على هذه الأمة قنطرة فهمها لكتاب الله وأما الثالث هو التاريخ تاريخ الأمة فنحن ندرس التاريخ لماذا؟ ندرس إن شاء الله أمجاد هذه الأمة ندرس رجالات الأمة فهؤلاء الذين ندرس أبناءنا إن شاء الله تبارك سيرتهم هؤلاء الذين حافظوا على مقومات هذه الأمة حافظوا على دينها وعاشوا بدينها وحافظوا على لغتها فهم رجال أمرنا الله أن نضرس سيرة الأنبياء قال أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدئ اقتدئ بهدي أولئك الذين هداهم الله ولكن في رسول الله لقد كان لكم في رسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا قدوات المسلمين عبر التاريخ الذين خدموا هذا الدين أبو بكر الصديق عمر عثمان المثنى بن حارثة رجال الأمة صلاح الدين علماء الأمة الذين تركوا بصمات جلا لا يمكن للزمان أن يمحوا أثرهم قط وإنما رفعتهم الأمة إلى العلياء بقدر ما أخلصوا في خدمة هوية الأمة فضمنوا لهذا الاستمرار هذا الكلام لماذا نقول إن شاء الله في هذا إن شاء الله تبارك وتعالى لماذا؟ لأننا نعرف إن شاء الله أن المؤسسات التي تقوم بإذن الله بترسيخ هذه المفاهيم وترسيخ هذه القيم هي الأسرة هي المسجد هي المدرسة هي الإعلام هي الدولة بكل مؤسساتها هي المجتمع المدني بكل تنظيماته الكل مجمع في أمة على هذه الثوابت فلا ينبغي أن تكون محل اختلاف وخلاف بينه جميع مكونات مجتمع يحترم ذاته ويحترم مقوماته فإن التعليم بالضبط كرؤية وكمناهج وكبرامج ينبغي أن يكون الهدف الأول منها هو تكوين الإنسان الصالح المصلح وفق مرجعية الأمة ووفق هويتها ووفق مقومات هويتها ديناً يقوي إيمان الفرد لغة يعتز بها ويقيم بها حضارة وتاريخاً يمجد فيه أمجاداً خلدها رجالات قد سبقون خدم هذه الأمة فلهم علينا حق أن نذكرهم بخير وأن نقتدي أثرهم وأن نقتفي سيرهم هذا الذي ينبغي أن يركز عليه التعليم وهذا هو هدف السياسة التعليمية ككل لكن ما الذي حدث إن شاء الله تبارك وتعال في هذه الأيام والذي أحدث ردة فعل كبيرة عند الرأي العام المغربي وقد فوجئ بأمور غريبة عجيبة ففي المنير في التربية الفنية للسنة الخامسة ابتدائي اقرأ معي هذه الجملة إن شاء الله تبارك وتعالى يقول ألتقط صور لصديقي أو صديقتي باستعمال هاتف المحمول مطبقاً سناب شات هذه التربية الفنية تخيل معي الهوية كم ضربت من مرة في جملة واحدة ألتقط صور لصديقي أو صديقتي هل هناك صداقة وخدانة في ديننا هكذا تربى الأجيال بعيداً عن الدين لتكسير الحاجز النفسي بين الإنسان المسلم وبين ما حرمه الله تعالى من المخدنة صديقي أو صديقتي باستعمال هاتف المحمول مطبقاً سناب شات هل هذه اللغة العربية هل هناك من يشجع عياذاً بالله الجيل الذي نرجو إن شاء الله أن يحمل رسالة الإسلام إلى العالمين نشجعه على أن يدخل والعياذ بالله إلى هذه التطبيقات بهذا المفهوم ماذا نريد من هذه الأجيال إحدى الأكاديميات تسمعوا لي في بعض الوضعيات التي اختبر فيها إن شاء الله تعالى الطلبة والتلاميذ أعطوهم هكذا إن شاء الله تبارك وتعالى أعطوهم أيام الأسبوع كلها وأعطوهم في كل يوم من أسبوع عدد المصابين بفيروس كورونا الاثنين ثلاثاء الأربعاء الخميس الجمعة السبت يعني أسبوع من شهر من الشهور في سنة من السنوات في ظل هذه الجائحة مثلا الاثنين عدد المصابين في تلك المدينة مثلا 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 ألفين ثلاثاء ألفين وخمسمائة الأربعاء آلف الخميس كذا الجمعة عشر آلاف وفي السؤال في رأيك لماذا الجمعة هي أكثر الأيام في الأسبوع إصابة بكورونا ما المقصود بهذا المقصود هو أن يعين يوم الجمعة المقدس عند المسلمين بأنه هو اليوم الذي تشهد فيه الجائحة انتشارا كبيرا يسأل لماذا؟ يسأل لماذا؟ أشغل يقول التلميذ؟ صلاة الجمعة إذا المشكلة فاش في المسجد في الصلاة هو الذي يشهد الاكتظاظ لم نتحدث عن الاكتظاظ أبدا في الأسواق في الحافلات في كل مكان ولكن بالضبط الجمعة هل هذه المسألة صحيحة؟ صحيحة؟ لا نعرف لكن المقصود هو هذا الكل يفهم هذا المعنى لماذا يراد عياذا بالله في بلد المسلم أن يساء إلى الجمعة؟ هذا أمر خطير هذه الأمور لم نكن نشهدها أما قاصمة الضهر التي من أجلها نحن نتحدث في هذه الكلمة لأبنائنا والتي أحدثت إن شاء الله ردة فعل كبيرة في أوساط الشعب المغربي كله فهو هذا اسمع إن شاء الله تعالى أقرأ عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التمرين الرابع لا حول ولا قوة إلا بالله أسمحوني إن شاء الله تبارك وتعالى كنت أريد أن أصل إلى سبحان الله سبحان الله سبحان الله لا إله إلا الله وحمد رسول الله المهم إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الذي أحدث إن شاء الله تبارك وتعالى مسألة كبيرة جدا كاين مثلا التمرين الرابع التعايش سبب للعيش المشترك هذا يتحدث عن التعايش بطريقة إن شاء الله لا أريد أن أخوض فيها أما المسألة الأخرى هي الوضعية التي يتحدث فيها عن زوجي عن تزويج القاصرات تزويج القاصرات أولا السؤال الأول ما علاقة الاجتماعيات بزواج القاصرات هذه أولا هذه اللولة ثانيا زواج القاصرات بإذن الله تبارك وتعالى هذا الأمر عند مجتمع المسلمين ليس هناك عدوان أبدا على القاصرات تماما ولم يحدث ذلك عندما كان يطبق الإسلام ولكن سألوا الآن فرنسا وسألوا الكنيسة الفرنسية التي اعتذر باباهم عن الاغتصاب في الكنائس والتي وصلت 330 ألف اغتصاب للقاصرات للقصر هل الذي يفعل هذا يكون مؤهلا للحديث عن مسألة زواج القاصرات ثم في الوقت الذي يتحدث فيه على أن زواج القاصرات لا ينبغي أن يكون وقد قنن هذا الأمر وأصبح قانونا وأنه لا يجوز أن تزوج الفتاة قبل 18 سنة وأصبح قانون هل شاهدتم أن هناك من يخالف هذا الأمر حينما جاء القانون الذي يطبق في ذلك لكن في المقابل انظر للصورة الأخرى انظر إلى ما يسمى البيدوفيليا كيف يتم عياذا بالله نسأل الله العفو والعافية مواراتها والسكوت عنها وهي موجودة ففي الوقت الذي يتعرض فيه الأطفال إلى الاغتصاب ويتعرضون عياذا بالله إلى انتهاكات جنسية خطيرة وقد تناولت ذلك الكثير من الجهات فلماذا يتناول هذا الموضوع بهذه الطريقة هذه الثانية الثالثة أن هذه الوضعية تتحدث على أن هناك قبيلة قبيلة إن شاء الله تبارك وتعالى فيها رجل عنده ابنها بنت يسمى عائشة نحن ولا قوة إلا بالله صغيرة في السن زوجها زوجها أبوها لصاحبه ويكبرها بثمانية وعشرين سنة فلم تجد نفسها إلا أمام القاضي القاضي لكي يقوم بتنفيذ تزويجها هذه الوضعية التي يساءل فيها التلميذ في مادة الاجتماعيات في السنة الخامسة أمر عجب عجيب فيتوافق اسم عائشة مع عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها التي زوجها الله الله من فوق اسم سماوات لنبيه عليه الصلاة والسلام فقد جاء جبريل بصورتها في قطيفة وقال هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة التوافق بين قضية عائشة التي كانت بالغة حين ذاك والبلوغ يكون على حسب البيئة التي يعيش فيها الإنسان فيمكن للفتاة أن تبلغ ابنة تسع سنوات وأكثر ويمكن أن يتأخر البلوغ في تلك المناطق الباردة وقضية الزواج إنما تكون بعد بلوغ الفتاة إن شاء الله تبارك سنة كليف وهذا الأمر يرجع إلى عادات وتقاليد كل أمة فلا تحاكم هذه المسائل التي توجد الآن في زماننا بحيثياته كلها مع ذلك الزمان ولو كان هذا يعيب أحدا لقامت قريش التي تعاد النبي ولم تقعد فإنها حينما حاولت أن تشوه دعوة رسول الله استعملت كل الوسائل الإعلامية للتنفير من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ساحر وكاهر وحاربته وما تركت وسيلة من وسائل مواجهة إلا فعلت لكنها لم أبدا ولن أبدا أن تسيئ إليه في هذه المسألة لأن الرسول عليه الصلاة تزوج وهو ابن خمسة عشر سنة بمرأة تكبره خمسة عشر سنة وهي أمنا خديجة وظل معها خمسة وعشرين سنة لم يتزوج حتى ماتت وسمي ذلك العام عام الحزن وبقي ثلاث سنوات لكي يتزوج بسودة بنت زمعة وهي امرأة تقابله في السن وتزوج عائشة بأمر من الله تعالى سبحانه عز وجل وهي أصغر زواجاته لكي تظل بعده حينما يلتحق بالرفيق الأعلى لكي تنقل سنة خاصة في تعامل الزوج مع زوجته إلى الأمة كلها فالنبي صلى الله عليه وسلم كله الزيجات التي جاءت بعد خديجة كانت لمصلحة دينية فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أطهر 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 خلق الله والناس يتحدثون عنه والعياذ من بهذه الطريقة وكأني أشم رائحة التشيع هذا إذا تحدثنا عن اسم عائشة القاصر فإنه يتبادر إلى ذهن المسلم مباشرة إلى أمنا صديق بنت الصديق حبيبة رسول الله المبرع من فوق سبع سماوات والتي حينما سأل عمره بالعاص مع أصحابه يا رسول من حب الناس إليك قال عائشة قال أنا من الرجال قال أبوها فهي حب النساء إلى رسول الله ثم يزوجها من أبوها بمن بابن قبيلة صاحبه مباشرة يتبادر إذن أبو بكر الصديق الذي يزوج عائشة لصاحبه أول من آمن برسول الله من الرجال أبو بكر الصديق ولم يسعد أبو بكر سعادة أعظم من أن الله تعالى وافق أبو بكر الصديق في تزوج ابنته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المسألة التي ذكرتها هذه الوضعية ولذلك تساءل بعض الظرفاء من أبنائنا جزاهم الله خيرا فقال من هؤلاء الذين يضعون هذه الوضعيات ومن هؤلاء الذين يقترحون هذه البرامج إن كانوا لا يعرفون أن هذا الأمر قد حدث لرسول الله مع أبو بكر في زواجه من أمنا عائشة إن كانوا لا يعرفون فهؤلاء لا يمكن أن نستأمنهم على مسألة التربية أبنائنا ولا على مسألة تعليم أبنائنا كيف يجهل هؤلاء الذين الآن يتحملون آمانة توجيه أمة مسلمة رسول الله قدوتها وهو أقدس أقداسها وأمنا عائشة مبرأة من فوق سبع سماوات ذكرها الله في القرآن إن الذين جاءوا بالفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم وقال تعالى في كتابها الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون حتى قالت عائشة رضي الله عنها ما كنت أعتقد أن ينزل فيي قرآن قصار ما كنت أرجوه أن يرى النبي في منامه شيئا يبرئوني فأنا أصغر في نفسي من أن أذكر في كلام الله وكتابه إلى يوم القيامة الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذا قدس الأقداس رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذين وضعوا هذه المسألة إذا لم يكونوا يعرفون أن هذا الذي يقولون هو صورة مصغرة توحي إلى كل مسلم في البلاد وهو قرأ السيرة ويعرف هذه المسألة ويعرف أن أعداء الله من الشيعة ومن كل أعداء الله تعالى يهجمون على نبينا ويحاولون تنفير الناس بذكر عمر النبي عليه الصلاة والسلام أسمى 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 من أن ينطبق على ما يقول هؤلاء الجهال لأن الذين عاشروه من المشركين كأبي جهل لم يستطع رغم أنه ما ترك وسيلة لتنفير الناس به لكن لم يستطع أن يضربه في مسألة العفة صلى الله عليه وسلم صلواته ربنا وسلامه عليه إذن إذا كان هؤلاء لا يعرفون فإذن عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى أن لا يدخلوا إلى مجال إنهم ليسوا أهلا فمن الذي نصبهم في هذه اللجان التي تقرر هذا النوع من البرامج وهم غرباء على الأمة غرباء على تاريخ الأمة غرباء على توجه الأمة ثانيا قال إذا كانوا يعرفون هذه القصة قصة ما يسيء بها أعداء الله إلى رسول الله من زواجه من قبل الله بعائشة وكانوا يعرفون ذلك وجاءوا بالوضعية هذه فهذا استفزاز للشعب المغرب المسلم وهذا ضرب لمقدسات البلاد وهذا ضرب لدستور البلاد الذي ينص على أن الدين الإسلام هو دين الدولة الرسمية فكيف يكون إسلام بغير قدوة المسلمين رسول الله يحفظ وتحفظ منزلته بين الناس فإما أن يكونوا غير عارفين بالتاريخ فلم يستحضروا هذه الواقعة وهم يقررون ما يشاءون في هذه الوضعية الشاذة فنقول أنتم لستم أهلا إن شاء الله للأمانة وإذا وسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة وهذا الذي فستره النبي صلى الله عليه وسلم بإضاعة الأمانة قال متى الساعة يا رسول الله قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وما إضاعتها قال أن يوسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة انتظر ساعة خرابها وإما أن يكونوا يعرفون هذا التاريخ ويأتوا بهذه الوضعية بالضبط باسم عائشة والقبيلة وأبوها يزوجها لصاحبه عوذ بالله وتأتي في صغة مستنكرة مستنفرة يطبق عليها قانون من لا يعظم إلا القوي ولا يعترف فيه إلا بالقوي أما الضعاف من بناتنا اللي يغتصب من قبله من لا خلاق لهم فلا يجد من يدافع عنهم فهي مسألة فقط لمجارات هذا القانون الذي يوجهنا فيه من يريد أن يسقطنا في وحل لا طهر هذه الثانية ثالثا هل بهذا ينشأ الأجيال تنشأ الأجيال بهذه الطريقة الله رحمه لكم هل تنشأ الأجيال بهذه الطريقة طريقة الانتقاص حتى ولو لم يكن مباشرة يشار إليه إلى حبيبنا علي الصرر ولا أمنا عيشة ولا أبي مكر صديق إلى خيرة الخلق في الأمة رسولها خير الخلق وأبو بكر خير الخلق بعد أمة رسول الله وعائشة خير النساء وأحب النساء إلى رسول الله المربرة من فوق سبع سماوات هل هذه النماذج التي تعتبر عند الأمة هم قدوات الرجال والنساء على حد سواء في أمة رسولهم القيامة بهذه الطريقة تعرض بهذا ننشأ الأجيال والعياذ بالله قال عليه الصلاة والسلام في حديث خمس عشر خصلة إذا ظهرت فيكم فانتظروا خسفا أو مسخا أو ريحا حمراء قال في الأخيرة إذا لعن آخر الأمة أولها هذا مشيء لعن ولكن ما اسمه هو ما اسمه هو هذا انتقاص الآخرين باش بقدواتنا نحن نعرف أن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أبدا للتبر لا يمكن للتراب أبدا أن يقارن بالتبر ومن قذف السماء بالتراب رجع عليه التراب لوحده أن نبي صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره ورفعنا لك ذكرك المسألة الرابعة العجب أن يخرج هذا الأمر في أيام احتفال الناس بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام لحونا ولقوة سيلا بالله ولذلك نحن إن شاء الله تبارك وتعالى نهيب بجمعية آباء التلاميذ أن يكون لهم دور في استنكار هذا الأمر وكذلك الجمعيات ثم أقول في الأخير أفلا يتطعضون مما حدث لذلك الذي كان يسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم السويدي يسيء إلى رسول الله كيف أحرقه الله مع رجلي أمن في سيارة إن شانئك هو الأبطر إن كفيناك المستهزين ألا تتطعضون ألا تتطعضون ألا تخافون من عاد لوليا فقد آذنته بالحرب فكيف بمن آذى رسول الله والذين يوذون النبي أن الذين يوذون النبي ورسول لعنوا في الدنيا والآخرة وعد الله لهم عذابا أمين عذابا مهين وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر